مبارح تم الإعلان عن تأسيس المنبر المصري لحقوق الإنسان وهو عبارة عن تجمع مناشطين حقوقيين مصريين موجودين في أوروبا وفي أمريكا قرروا يجمعوا منظاتهم وجوتهم في مكان واحد لتنصيق العمل بدعم الوضع الحقوقي المصري بيان تأسيس المنبر أكد أنه جزء من الحرقة الأهل الحقوقية المصرية التاريخية وأنه هينصق مع مختلف المنظمات والإقليمية والعالمية المنبر كمان قال أن من أوائل أنشطته هتكون حضوره لجلسة استماع في الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين القادم وينضم إلينا من بروكسل عبر سكايب معتز الفوجيري المنصق العام للمنبر المصري لحقوق الإنسان أهلا بك معايا دكتور معتز وفي البداية ممكن تعرفنا على متعرف السادة المشاهدين على المنبر المصري وعلى نشاطاته هتكون ايه بالزبط تحديدا؟ يعني المنبر هو ليست مؤسسة حقوقية تقليدية بالمعنى التقليدي هناك العديد من المؤسسات الموجودة بالفعل في الساحة داخل وخارج مصر متخصصة في موضوعات مختلفة ومتنوعة لكن الجديد في المنبر أنه هو أول تحالف بيتشكل على مدار السنوات الأخيرة على أرضية حقوقية من نشاطاء بصفاتهم الشخصية هؤلاء النشاطاء يعني معظمهم هم بالفعل جزء من حركة حقوق الإنسان لديهم منظماتهم ولديهم انتماءاتهم المؤسسية سواء عاملين في منظمات مصرية أو منظمات دولية أو حتى ناشطين مستقلين يأتوا من خلفيات مهنية وأكاديمية مختلفة لكن اجتمعوا جميعا على إنشاء هذه المبادرة اللي أخذت وقت طويل في المشاورات من أجل الإعلان عنها وتأسيسها المنبر الحقيقة الهدف الأكبر ليه هو وهو عنوان الباني التأسيسي اللي صدر أمس حقوق الإنسان كمدخل للتوافق ثم المصالحة الهدف الأساسي أنه حقوق الإنسان على مدار السنوات اللي تلت الثورة في 2011 كان هناك انتهاكات متزايدة أثرت بشكل كبير على حالة الانسجام المجتمعي والنسيج المجتمعي في مصر طبعا اللي أخذت تظاهر كبير هذه الانتهاجات بعد الانقلاب في يونيو 2013 هناك العديد من الآليات اللي اعتمدها النظام عفتاح السيسي في اعتماد منهج سلطوي جديد احنا اعتبرناه بمثابة إعادة هندسة للنظام السياسي المصري على المستوى التشريعي وعلى المستوى الدستوري على مستوى المؤسسات وخاصة اعتماد مؤسسة القضاء باعتبرها ساحة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين هؤلاء النشطاء يعني معظمهم اضطر للخروج من مصر مؤخرا لأسباب مختلفة فيه تهديدات مباشرة وفيه تهديدات غير مباشرة وفيه ساحة منغلقة للعمل داخل مصر نتج عنها انه لكي تستطيع ان تدير مؤسسة بشكل مستقل اصبحت مسألة غاية في الصعوبة بسبب قانون الجمعيات الاخير وبسبب ايضا تجريم العمل الحقوقي داخل البلاد طب دكتور معتز مكتوبا من اول النشطات ان انتوا هتحضروا جلسة الكونجرس القادمة اعلنت ان انتوا هتشاركوا فيها هل يعني التوجه ان المنصة تكون بتتعامل وبتتعاون مع الفقومات الاجنبية وبتتعاون مع السياسيين الاجانب ايضا لا الهدف الاساسي هو التحدث للمصريين الهدف الاساسي هو جمع تجميع المصريين ومحاولة وضع حقوق الانسان وتطوير آلية وبدائل للخروج من الازمة الحالية هناك ازمة هناك انقسامات كبيرة انتهاكات حقوق الانسان المتواصلة اليوم في مصر ليست فقط مجرد انتهاكات يومية او ارقام يومية لكن هناك اثار ومخلفات كبيرة تركتها حالة الكارثة الحقوقية الحالية وهذه المخلفات ستترك اثارا بعيدة المدى على التماسك المجتمعي نتحاور مع الجميع داخل وخارج مصر هذه الجلسة اللي هتعقد اليوم الاثنين معظم متحدثينها هم من المصريين من مجالات مختلفة من الفنانين ومن المشاطئ الحقوقيين او من العاملين في المجال الاكاديمي هيترحوا فكرتهم هيترحوا رؤيتهم للتعديلات الدستورية الاخيرة او الانقلاب الدستوري المطروح حاليا في البلاد اللي هيكله تدعيات خطيرة ايضا على حالة حقوق الانسان جلسات الاستماع اللي بتتم في المؤسسات البرلمانية الدولية امر متعارف عليه كما تتحاور الحكومة المصرية مع شركائها الدوليين ايضا النشاطاء الحقوقيين والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لديها ايضا الحق في التحاول خاصة في التقاليد الديمقراطية الغربية التحدث هنا مع البرلمان مع الرأي العام الغربي اللي طبعا مصر شريك اساسي للولايات تحدى الامريكية وشريك اساسي للبلدان الغربية فبالتأكيد سيتم ايضا التشاور والتحاور مع المؤسسات دكتور مؤسس يعني في البداية قلت ان المنصة هتكون مواجهة بالشكل الاساسي للحوار مع الداخل المصري مع الشعب ومع الجميع في مصر وان مدخل هذا الحوار هيكون حقوق الانسان بس يعني بالتأكيد انت عارف ان حقوق الانسان نفسه في حد ذاته يعني بيثير جدل كبير جدا سواء على موضوع اعلى الحكومة او جدل مجتمعي يعني كلنا شفنا في بيانة الخارجية الامريكية في الفترة الاخيرة وازاي اثار جدل كبير وازاي انه بيتردد جوه المجتمع لا والله يدلعزين حريات جنسية وإلى يخروا من الجدل فازاي شايف انه ممكن ان حقوق الانسان فعلا تعمل مدخل للحوار المجتمعي تجمع مش تفرق الحقيقة دي يعني هذه السنوات هي هناك اجماع خلال هذه السنوات الاخيرة في كافة الطائرات السياسية على ان حقوق الانسان اصبحت مسألة مهمة لاستقرار البلاد ومهمة للتحول الديمقراطي في مصر لا يمكن ان نتحدث عن تحول ديمقراطي دون ان نتحدث عن الاثار التي ترقتها كارثة حقوق الانسان وخاصة في الفترة لثلاث عام 2013 قالت البروباجندا التي تستخدمها المؤسسات الاعلامية الخاصة بالدولة واللي هي جزء رئيسي من عادة الاستبداد في نظام عفتاح السيسي هو تبرير القتل وتبرير انتهاكات حقوق الانسان بحيث اصبح هناك حالة تطويع للانتهاكات اللي بدأت من مجزرة رابعة وصولا ان احنا يوميا بنسمع عن حالات اختفاء قصري حالات قتل خارج مطاق القانون ويتم التعامل معها كأنها امر عادي احنا بنحتاج خطاب بديل هناك اجماع انا اعتقد هناك اجماع وسط القوى السياسية والقوى المدنية داخل مصر وخارجها انه نحتاج المفيد من العمل ومن التنصيق فيما يتعلق بحقوق الانسان لكن انغلاق ساحة العمل داخل البلاد اثرت ايضا على نشوك دكتور معتز وانتم بالخارج يعني اذا كان اللي بالداخل مش قادر يشتغل واللي بالخارج مش عارف يوصل للداخل فازاي ممكن ده يحصل ازاي ممكن نتعاون خاصة ان مع تراجع الاهتمام بحقوق الانسان على مستوى العالم كله كلنا منشوف الانتهاكات لحضرتك بتذكرها بيكون اخر حاجة بتعملها مثلا الدول الاوروبية من اجل تجميل وجهها برضو امام شعوبها انها بتكتب بيان والله احنا شايفين والله يخلي بالكم يا جماعة حتى النظام نفسه زي ما انت ما بتقول بيبرر كل الافعال من اجل الامن الوطني ده قضايا ومحاكمات عادلة وإلى اخره فازاي ده ممكن يساعد ازاي المنصة وازاي الحقيقيين الموجودين بره ممكن يساعدوا اعتقد ان احنا علينا نعيد النظر تاني في مسألة الداخل والخارج لان فيه تغيرات نوعية حصلت خلال السنوات الاخيرة اولا اعداد المصريين اللي بدأت تخرج من مصر بكافة وعاتها وانتماءاتها السياسية والاجتماعية يعني اعداد كبيرة اصبح هناك جليهات الان يعني اعتقد دي المرحلة اللي بي فيها اكبر حالة من الخروج لمتهدين وانتهكت حقوقهم داخل البلاد نراهم اليوم في البلدان الاوروبية والولايات التحدة الامريكية في بعض البلدان العربية او حتى في بعض البلدان الاسيوية ده اولا ثانيا انه بالنسبة للمنبر اعضاء المنبر هم ليسوا في انفصال عن حركة حقوق الانسان المصرية داخل مصر معظم الاعضاء هم بالفعل جزء من منظمات حقوق الانسان لديهم امتدادات داخل البلاد لكن احنا بنتكلم عن المنبر كساحة حرة للعمل ساحة امنة للعمل نستطيع من خلالها اولا الحوار مع هذه الجامعات اللي خرجت داخل البلاد نستطيع ان يكون هناك توافق الحد الادنى على قاعدة حقوق الانسان كقعدة للنضال ضد نظام عفتاح السيسي ولكن ايضا كقعدة للتوافق كإطار عام للتوافق على المستقبل الفرق ما بين المنبر واي تحالف موجود حاليا خارج مصر لانه في بالفعل تحالفات مختلفة تشكلها خارج مصر الفرق انه هذا المنبر هو على ارضية حقوقية اعضاؤه ليسوا حزبيين لا يهدفوا للوصول للسلطة هم ليسوا خصم مباشر مع من هم في الحكم لانهم لا يريدوا الوصول للسلطة لكن هدفهم هو التعلم اولا التعلم من اخطاء الماضي لانه منذ عام 2011 ما انتقصته التجربة التحول في مصر ان حقوق الانسان لم تكن على اولوية كثير من الاطراف التي دخلت في المشهد السياسي انتهكت حقوق الانسان حدثت تحت كل انظمة الحكم التي تعاقبت على البلاد منذ عام 2011 واصلت له زروتها ولحالة كارسية تحت نظام حكم عفتاح السيسي هذه الحالة ستترك اثار بعيدة ان لم يكن هناك منابر اليوم وبدائل اليوم للتفكير في الخروج من هذا المقصد ستواجه عن اي تحول جديد في مصر ربما لان ينتبع عنه تحول نوعي الذي يعني يحقق الاهداف الاولى لثورة يناير يعني ناخد مثلا بعد الجرائم اللي ارتكبت تحت كل العصور وبعد التسييس اللي تم فيما يتعلق بمصار الحقيقة ومصار العدالة والعدالة الانتقالية اللي تحولت العدالة الانتقامية لان كل طرف في الحكم بيهدف لاستخدام احيانا المصار العدالة من اجل التصفية الخصوم طبعا نظام حفتاح السيسي احدث اضرار بالغة في مؤسسات العدالة في مصر لم تشهدها مصر خلال عقود هذه القضية الان تحتاج لعقول يعني نحتاج ان نفكر كيف يمكن ان نتعامل مع ملف مثل ملف العدالة وملف الحقيقة وملف المصالحة هذه الملفات ملفات صعبة ملفات هناك انقسامات مجتمعية عليها لكنها ليست يعني المجتمعات مجتمعات كثيرة غير المجتمع المصري شهدت مثل هذه الانقسامات واستطاعت ان تخرج منها ايضا حالة التوافق اللي هي مطلوبة الان ما بين كافة الطيارات سواء الطيارة على اليمين او على اليسار توافق الحد الأدنى على الاطار العام الحقوق المطلوب اليوم في مصر لانه عملية التحول الديمقراطي لو انفصلت عن القيم الاساسية للدفاع الحقوق الانسان تصبح عملية شكلية ده كانت المشكلة وقت الاخوان المسلمين ان تم افراغ عملية الانتخابات والتحول الديمقراطي من قيم حقوق الانسان واليوم يعني اصبحت عملية حقوق الانسان اصلا غائبة تماما عن منظومة الحقوق الحالي شكرا لك دكتور معتز دكتور معتز الفوجيري المنصق العام للمنبر المصري لحقوق الانسان كنت معنا من بروكسل شرفتنا فامد شكرا للمشاهدة